السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله لكني الحين قبل فترة اكتشفت الوان الاكريليك وحبيت ان انا اجربها وانا الاكريليك الوان وايد حلوة وايد سلسة وكانت تجربة وايد مميزة بالنسبة لي اللي ابي اقول لكم ان انا صار لي احينا فوق 18 سنة مراسم افدا مع العلاقة بالرسم خير شر ولكن الحين خلال الحذر بسبب كورونا والفترة اللي قعدناها بالبيت حبيت ان انا ارجع امارس وايد الرسم من جديد طبعا تجربتي مع الاكريليك وايد كانت حلوة يعني خاصة فيما يخص سكب الاكريليك بامانة تجربة وايد غنية وايد سلسة وللسبب هذا انا برح اشارككم تجربتي البسيطة مزين وان شاء الله هنها تكون مفيدة حدكم كل مرة كل فيديو رح انزله رح احاول لنا اجرب طريقة مختلفة من طرق سكب الاكريليك لان طبعا اكو طرق وايد ممتشرة وكل فنان وكل شخص على حسب طريقته مزين ما علي اذا اختربت لوحة ما علي اذا طلعت مو نفس ما انا كنت متوقع ولكن هي في النهاية تجربة حلوة بتكون ممتعة مزين وفي نفس الوقت انه قاعد اتعلم وياكم وان شاء الله انه الفيديوهات تعجبكم بس ما قلت لكم انه تجربتي مع الاكريليك جديدة يعني ما صار لي سبوعين تقريبا من بيتيت في الموضوع هذا فما علي سمحونا اذا الفيديوهات ما طلعت يعني بذيك الجودة ولكن اتمنى انه يكون فيها فايدة لي ولكم ان شاء الله ياريت اللي عنده اي تعليق او عنده اي ملاحظة او عنده اي نصيحة لي لا تبقلون علي فيها ابدا وان شاء الله اتمنى ان الفيديوهات تعجبكم اشتركوا في القناة 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 شكرا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة